معلومة على السريع في الفيزيكس انتعرف في عالدة جسم زي ده اسمه Object والجسم ده لو فيه حاجة بتزقه لقدام هيتحرك تمام وهو بتحرك لو بتحرك في الهواء يبقى ما فيش اي حاجة هتأثر على حركته غير فعليا الفورس اللي بتزقه كده فبالتالي الفورس اللي بتزقه هتزود سرعته يبقى عملية change في الفيزيكس وكمان هتسبب Acceleration positive acceleration علشان السرعة زادت increase في الهلوستي في الفاليو بتاعتها يعني increase في السبيد الdirection ما تغيرش ولما الdirection ما تغيرش يبقى حصل positive acceleration و linear acceleration وبالتالي وهو بيتحرك في الهواء الدنيا جميلة وحلوة الفورس هي المسببة للحركة يبقى الفورس equal mass times acceleration يعني الف equal M times force اثنين ساعتها هيبقى في حاجة جيدة اسمها resultant force بتكتب ازاي sigma force equal mass times acceleration يبقى بدل كلمة force هتبقى sigma F equal M times times acceleration معظومة السريعة في مادة الفيزيكس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر